يا كريم الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسائكم بالخير مهما كان العدد احبت فقط لجل باش ندير تعليق على سريع حول الخرجات هذه الشاب خالد وهذا الشاب فضيل وريضا طلياني وبطبيعة الحال مرميطة واحدة الموضوع هو المغرب والموضوع هو الملك نتاع المغرب كأن الجزائريين الهم نتاعهم هو الملك نتاع المغرب وكأن الهم نتاع الجزائريين هو الشاب خالد وهذا ريضا طلياني وهذا الشاب فضيل الشاب خالد الجنسية المغربية وقال هوا الحسن الثاني وهو مركعولو وهو مكذا وقاعد الناس لاتي بهذا الكلام وبردود الأفعال وللأسف شديد هو أنه كثير من الشباب يسقطوا في هذا الفخ المفترض هو أنه شباب الجزائري ما ينجرش وراء هذا الخزعبلات ويبقى هو داخل في الرد وكذا بالإضافة إلى أنه هذه الوطنية الزائفة اللي تظهر عند الكثير من الناس هذا الإنسان الوطني هذا اللي تظهر الوطني ينتعه فقط لما واحد راه ورائح هو تكون مقابلة رياضية أو قال مثلا فلان راه حرق الإعلام هذه وطنية ما لعام في الماضي أغطية ينهب في البلاد مع بيلوش ما يativeج للدمر تكون بيلوش في المجتمع مع بيلوش ما يبيع في البلاد مع بيلوش ما يدمر بال USC وقسم بها لainen مع بيلوش عندما تصرون تكلم الزائفة زائفة في رمشة عينه فيما بعد تختفي ويستعملوا بعض الشباب هكذا اللي يبندروا بهم دائما يستعملهم على جلبه هما يغطيوا بهم هذي كل الامور هكذا يغطيوا بهم على جلبه يهموا من يقبل لناس هذور هم يدافعوا الوطن يعني هذا الشاب خالد لما كان يدمر في الشباب ما عليش الآن انظرك فقط هو لما قال باللي يراه يحب الملك انت على المغرب ولا يحب المغرب خلاص صار عدو للجزاء لما كان هذا عريضة طلياني وهذا الشاب فوضي اللي يدمر في الشباب ما عليش الناس صارها وطنية وما شاء الله وفيما بعد قال ذرك هو تكلم على المغرب ولا تكلم على الحسن هذا هو اسمه الملك انت على المغرب خلاص صار خائن وصار حركي وصار كذا وبالاضافة الى انه الناس تتحدثها للجنسية جنسية المغربية وكأنها عار وعيب يعني يجيب الجنسية الامريكية يتفخروا بها عادي الجنسية الفرنسية عادي جنسية البريطانية عادي جنسية الطليانية عادي ولما تحصل على الجنسية المغربية وكأنك انت صارت خائن وصارت عدو للجزائر والطيب الوطني ظرف فيها سبعة وعشرين سنة هو في المغرب والمخابرات الجزائرية والمالك كانوا عايشين في المغرب والقاعدة الخلفية انتع الثورة كنت في المغرب كأنه هذا الاخوة المغاربة عداء انتعنا معنا حتى مشكلة احنا مع المغاربة هم اخواننا واخواننا اشقاء وما لازمش على الشباب الجزائري هو انه ينجر وراء هذا الخزعبالات هذا الناس اللي حدثونا على المغرب وعلاه بوتفلقة منين جاي من من قنضهار موش من المغرب وعلاه بنبلة منين موش من المغرب وغيرها من الشخصيات اللي راكم تعرفوهم راهم مغاربة وعايشين في الجزائر ما لازمش يخدعوكم الاخوة والاخوات بهذا المسائل اللي هي من صانيحهم كل مرة لما يكون هناك صمت يخافوهما من هذا الصمت ويستعملوا بعض المسائل للإلهاء ليس الا استعملهم للإلهاء وركم شفتوا المستويات انتع هذا الناس اللي راهم يتحدثوا يعني هذا الشباب اللي كان يضربوا لهم في الزرنة وكان يبندر لهم وكان يتناول في المهلويسات ويتناول في المخدرات بشت الأصناف انتاحها ويخرج في رمضان وفي غير رمضان كان شباب صاحي لبس عليه والأن بمجرد هو أنه يوجه لهم بعض الانتقادات أو بعض بكثاء يصير قال هذا الشباب راهو ضايع شباب لما راح لأم درمان وكما قالوا هاشا المصريين بالمطاوي وبكثاء كان شباب محارب هذاك ما لازمش الإخوة والأخوات يغلطوكم هذا الناس ما رام يستعاملوا في هذا المسائل وتحديدا بعض القنوات الفضائية وبعض وسائل الإعلام من هالصحافة وحتى بعض الصفحات انتاحهم اللي رام موجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب هما اللي رام يمونوا فيها هما اللي رام يحركوا فيها الدليل في ذلك هو أنه كين منهم اللي ما تعرفهمش رام يسيروا في الصفحات بدون ما يبانوا يستعاملوا هما في هذه المسائل كلها من أجل تخدير شباب من أجل إلهاء لشباب خاصة تنظرك راهكم تعرفوا الوقت انتعى الصيف هذا وقت الحرائق ووقت القطع انتعى الكهرباء والقطع انتعى الماء وكذا والغلاء انتعى الأسعار وكذا هما يستعاملوا في هذه المسائل كلها من أجل تنويم هذا الشباب ب استوانات مشروخة من أجل تلهي انتاعهم بهذا الخزع بلات هذه وهذه الوطنية الزائفة ما لازمش تسقطوا في الفخ انتاعهم وما لازمش تبقاوا تقضيوا الوقت انتاعكم في الرد عليهم هذو رام يستعملوا في هذه المسائل كلها من أجل الإلهاء ليس إلا ومن أجل إعطاء الفرصة الناس اللي رام يدروا في السفقات على جلبه يخدموا رام ملتين هذو كل الشباب مثل هذك الانسان هذك اللي هو يكون رايح يسرق قال مثلا بستان يشوف كل براه يحرص تماما يرميله مجموعة من وسائل الإعلام قال مثلا في عدة قنوات ولا في عدة صحف ويزيدوا يدعموهم مدرك الان بالصفحات عارفين بالله هذه الصفحات من الفيسبوك واليوتيوب عندها تأثير على القناعات وكذا زادوا هما عندهم يعني على الأقل واحد ثلاث صفحة مونينهم شوف انت تدخل للصفحة فيها مليون تعموا مشترك شاريين هذو كنتو الاخر ويدلوهم في البيبلي سيتي لما انت تنشر موضوع والله يخرج لك في الصفحات الأولى تعموا حرك البحث وهكذا كلهم من أجل الهاء الناس ومن أجل تضيع الأوقات لذلك أطلب من الكل إخوة والأخوات على جلبه ما تبقاوش دائما كل مرة يختاروا موضوع كل مرة يديروا حاجة ويبقوا يلهيوا فيكم إذن أيها الاخوة الشباب ما لازمش يكلحوكم يبقوا دائما هما يكلحوا فيكم بهذه المسائل رأى واضح قنوات فضاء يا رأى تخدم معهم بدون هو أنه نظل نسميكم في الأسماء انتاحهم رأى تعرفوهم وصحوا في نفس الشي هما اللي رأى مدرك هذو مخليين هذا انقطاع نتاع الكهرباء ومخليين هذو الطرقات اللي رأى تعج بال بالحفر وبالكذا مخليين الغلاء انتاع الأسعار مخليين كثير من الأشياء اللي رأى المواطن السكن إلى غير ذلك كان نقل كل شي رأى المواطن السكن يبحث عليها رأى يبحث عليها مخرج يبحث عليها وقاعدين يلتوا فيها بهذه الأمور قال لك هو شيء هاو قال لك الشاب الطلياني هاو قال لك ذا طلياني هاو قال لك ذا ويلا وردوا عليه ورأى هو خرج واحد من الفرسان رأى وردوا عليه ما شاء الله لكن لما يعدوا يلبخولهم الدول الكبيرة لما يعدوا يلبخول المسؤولين والله عادي ولا واحد من هذا الجباناء يهز راسه وين كنتوا لما كان هذا بوتفليقة يسلم على اليد العاشقة انتاع فرانسوا هولوند وين كنتوا وين رحت الوطنية انتاعكم والان قال لك هاو فلان هاو سلم على الصورة متاع الملك الحسن الثاني والصورة متاع اسم هذا موحمد السادس هذا بحسب انتم وطنيين ومشاء الله عليكم وين كنتوا لما كان بوتفلي قيبوس في اليدين انتاع المرة انتاع شراك وانتاع بريطانيا وانتاع اسبانيا وانتاع الارجنتين وانتاع مالباليش وين كنتوا رحت الغير انتاعكم رحت الوطنية انتاعكم وين رحت الوطنية انتاعكم وكثير من المجاهدين يمرمدوا فيهم وين رحت الغير انتاعكم والكثير من المشاريع الوطنية وين رأيت جي فقط الوطنية انتعكم متبان لما يهدروا على المغرب وعلى الملك انتع المغرب وعلاها المغرب هذا وصهاينا يخي خاوتنا ولا لا لا كش معنا احنا مشكلة مع المغرب مع الاشقاء انتوعنا خاوتنا المغرب مع اننا حتى مشكلة معهم اذا كان نرى مشكلة بين النظامين احنا رأنا نحاوسوا نحلوا هذا المشكلة نحاوسوا على بناء مغرب عربي حقيقي وين انه تتأخى هذا الشعوب عندنا كل امكانيات سواء فيما يتعلق بالسياحة ولا في البترول ولا الغاز ولا الثقافة المشتركة كثير من الاشياء ديرين لكم حاجز ومسمينه زوج بغال بغال منا وبغال من هي وقعدين انتم ما تضربوا في الزرنة ما شاء الله على الوطنيين تاكم تحيتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله